موسيقى ايه ده؟ وانت لسه صحي؟ عايزة اسألك حاجة نعم انا عارفة يعني ان انت مجهول ومعندكش واق بس بصراحة مش قادرة اسكت اقول لي كيه قضية السعادة قفلت وانت عارفة كده كويس واقل دولاتي كان بيكاليني في حاجة ثانية خالص ده واحد زابط وليه ملف في مستشفى الشرطة وضعها احنا بنحاول نساعده عشان يلاقيه بيعرف يصرف المعاش بتاعه تبارع كنت مع واحدة؟ واحدة؟ كنت تبارع خارج مع واحدة؟ طب ها مش حق معاتي مش اسألك اسألة ولا الموضوع هاجة ولا سؤالك بس بشرط بعد ما جاوب تجاوب انت على سؤالي انتفقنا؟ انتفقنا ايه انا كنت مبارع مع واحدة عدتها ليه في مكتبها وخدتها في عربتي دي مشيرة المحامية خدتها معي وروحت عند الزابط للملف بتاعه ضايع عشان لو في الاخر عايز يرفع قضايا ولا حاجة وش معنى بقى المحامية دي بالزير؟ لا كده احنا بقى دخلنا في سؤالين واحنا ما انتفقناش على كده بس انا هجاوبك عشان هي محامية شطرة وهي اللي بتشتغل في النوة ده من القضايا اي حاجة ليه علاقة بالزباط او قضايا مرفوعة الدخلية او اي حاجة تابعة ليها من الاخر انا معرفش حد غيرها بشتغل في النوة ده اسأل سؤالي بقى عرفت ازاي مين اللي قالك وقالك ايه بالزبط؟ طب خش يسد دلوقتي ايه ده؟ انا بتبطيب تحت العمارة اصلا طب يا ابني ما طلعتش اعطول ليه؟ ايه بقى تبطيب حرمة او بتاع طب خش تعالي او شو كله؟ يا رب يا ساتر اعمل ايه؟ مالك؟ تصدق ان انا امراطي بتشك ان في حاجة بيني وبين مشيرة انو حميه؟ اه وانت فعلا انت حاجة بينك وبينها؟ ولا معذور اطروق بصراحة مشيرة بيه فورتك تك فاركيك وانت ضابط صغير ومتريش وتقدر تفتح بيتين وتلاتة كمان لو تجوزته هتعمله احلى شغل انت بتارجد عم القريمين ويتطلحوا البراقة يبقى اطرس وغالين مصوهم 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 بره يا او دمك وعف على ذلك المهم عملت ايه؟ مفيش كلام 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 كتير جدا عن بنته وجوازهم وسيف بس هو معرفة عنه اي شيء من بعد الحادثة مش دل قضيان المهم هشام البكري هلو هشام البكري هشام البكري كان جار سيف الاسماعلي وهو ومراضه وحامس سيف يعرفه قويس شافه مرة ومرتين تقريبا إذا يعني هو يعرف هشام البكري ووصفه وهو عرفه وده بقى صديقي خيط كافي جدا ودليل إيدانة يخليه نفتح تحقيق بشكل رسمي أنا مش هتحرك خطوة واحدة في القضية دي إلا ما تبقى لبسامية في المية عايز أوصل للدليل مادي واضح في إيدي زي الشمس إن الراجل ده كذب وإنه تسبب في موت واحد بريق أنا عمد لازم نعرف الدوافع والأسباب اللي خلته يوصف الراجل ده بالذات طيب يعني لو هشام ده عنده ملف جنائي أنا عرف واحد ممكن يساعد بص الدين 24 ساعة وأنا هجب لك قرار الموضوع ده حتى لو مش كده ممكن تروح اسمع ليه تسأل قراريب وجرانه أكيد دي قراريب هناك طيب وانا مكتب إزاي طيب ده الموضوع محتاج إمكانيات وتفرق والناس بصراحة بتساعد بصعوبة جدا أنا ما اشتغل بشكل هير راسمي بص على أمون خلينا نتحرط حدول نحن نقدر عني أوكي؟ ماشي وبطل بقى تلعب بديلك لأن كيمو لو قادرت الموضوع المشيرة ده هيزعل منك قوي وهيقول بقى القبلة فهيبتا ويعمل اليوتيوب على البتاع وهيبهدل شرفته وانيس شرفته وانيس شرفته وانيس يا انيس قديم يا اني قديم يلا فعدت بلقائك شك يا الله سنة 2010 تامر كان مع ميس فعلا في انجلترا بس أولا دي بنت خلته مش شريكة معاف النشاط السياسي ثانيا محدش سمع عن أي جهة لها علاقة بانجلترا في تمويل مؤسسات أو منظمات وميس دخلها هي في الاتعامات دي وهي لا لها لا في الطور ولا في الطحين وده كله كلام علشان مش لقيين حاجة يمسكوها عليه ومفيش أي دليل حقيقي هيلاقوه وهم حبسين واحتياتي لحد ما يبوا يثبتوا حاجة أو ما يثبتوش اهو يبقى سموت سجن وخلاص انت عارف المشكلة ايه يا أستاذ شريف المعادلة مع السلامة الله سلامة مرسيل حضرت مع السلامة مرسيل مالك لا حاجة موضوع كده يعني قضية جاتلي مبارح بس تفاصيلها غريبة سوية هعتبر نفسي مصدقك بقولك يا شريف محتاجة منا خدمة وعارفة ان انت مزغول واني بتأقل عليك انت بصراحة مزودها شوية مالك يا بنتي في ايه ما نفسيتك من هيلا ليه كده تعالوا بص بقى عايزة ديك اسم ضابط شرطة كان بيتعالك في مستشفى تابعت دخليه عنده مشكلة في الملف الطبي بتاعه عايزك تتابع الحالة بتاعته او تبعت اي حد من عندك يتابعها بس اول ما توصل لاي تطورات تبلغني على طول طبعا انا جايبلك خبر حينسيكي كل الحاجات اللي مزع عليك دي بس في الحقيقة ملحقتش اقوله قبل ما دام عزة ما تيجي ايه؟ انا عرفت القناس اللي مات كان تابع مين؟ وعايز منك ايه؟ ايه ده يا عبدال؟ ايه الاخبار؟ تماما الحمد لله انا كده يا عبدال اتعاود على فكرة ماشي طب ده بس المبلغ ده تحط في حساب حسن طلع والمودع ماجد العزازي من الواضح ان هما كانوا يارفوا بموضوع التوكيلات بتاعت عائلات الزباط والموضوع كان قلقهم فقالوا يخلصوا مني ويسكتوني بس بالرغم ان خبفهم طلع تنحلوا برضو نعرفوا يش ياملوا معاك حاجة طيب الحمد لله وانت عارفة الموضوع ده بقى لي كان ده بس انا كنت عارفة ان انا مستهدفة بس انا معرفتش اي حاجة غير تاني يوم حسن اتقتل فيه لما رحت البيت عنده لاني لقيت الصور دي هناك انت ازاي ما تبلغيش بحاجة زي كده انت كنت في ايه ولا في ايه؟ ده كلام ده كلام مهم جدا انا طبعا عارف انك مش محتاجة حد يقحميك يعني لانه واضح كده ان انت عندك معلومات اكتر بكتير من اللي عندنا ومصادرك اهم بكتير من اللي عندنا بس برضو ده ما يمنعش ان الكلام ده مهم جدا وكان هيفدنا في التحقيق جدا انا مكنتش فاهمة حاجة ولا انت كنت هتقدر تعملي حاجة ويمكن كان حصل مشاكل كبيرة اوي انا مش قدها ودينهو الحمد لله قدامك حين ارزق الحمد لله بص انا هعدها لك المرات بس بشرط تقولي لي كل حاجة تعرفي عني شامل بكتير هو انا قلتلك كل حاجة لا لا معلش ركزي اكتر شوية شوفي كده انت ممكن تفتكري ايه؟ انا مبارح مثلا عرفت ان سيف وهشام كانوا جران يعرفوا بعض وانت تعملتي مع هشام يعني ممكن تكوني عرفة حاجة ممكن تفدني من غير ما تاخدي بالك ايه؟ ابي انت متأكد انه هم؟ انا متأكد انه لهايته بس انا محتاجا لسه ادرس كل حركة من تحركاته أعرف كل مكان بيروحه أنا محتاجة بما موجود في المكان اللي عمره ما هتوقع أنه إلقيني فيه بس أنت كده ما عندكش دليل أكيد إن هو اللي بيمول الخلية ده مجرد شك ده أحساس أنا متأكد إن وصلت إلى اللي أنا عايزه إزاي يعني تقدري تقولي كده إن القاتل بيحس بالقاتل اللي زينه مؤسسة نهر الخير تفضل أيوة أيوة طيب ممكن نشوف حنبعت العربيات إمتى طيب تحت أمرك يا فندم تحت أمرك يا فندم شكرا السلام عليكم وعليكم سلام أنا كنت جايس ألا عن التبرعات التبرعات أيوة أكتعز حضرتك يعني لو تكرمتي تحددي لي معاد مع الأستاذ مختار يبقى قد ترخيرك قوي يعني أنا أسفة جدا بس إحنا ما بلديش فلوس لحد إحنا هنا بنقدم مساعدات عينية بعد ما بنعمل دراسة حالة ومش لازم حضرتك تقابل للأستاذ مختار أنا هنخلي حد يوصلك لمكتب الأستاذ فكري شخصيا وهناك ياخدوا بيانات حضرتك ويشوفوا حضرتك يعني محتاج إيه محتاج؟ إنت بتقولي يا بنت إنتي إنتي راحة منك ولا إيه؟ إيه شايفة قدامك واحد عما قلت دفئير وجايش حات منك ده أنا جاي ببرى عليكم بنص مليون جنيه بنص مليون جنيه؟ أنا أسفة أنا أسفة جدا يا أستاذ دكتور دكتور منصور أنا أسفة جدا يا دكتور منصور أصلي إحنا إحنا هنا سكوتي خلاص حظك كويس إنه مش جاي ببرى عليك إنتي أنا هبعمل كده الوجه اللي ونعمة بالله سكي لا بصراحة أنا أترددت أنا أسفة جدا يا دكتور والله إحنا حضرتك حضرتك مش هدي يمليم واحد غير للأستاذ مختار شخصية أنا قررت خلاص سكي ذكرت بتاعي في رقم تليفوني اسم الدكتور منصور شوقي خليه كلمني بقى وأنا حدد المعاد والمكان اللي يناسبوني حاجة غريبة جدا شكرا